السلام عليكم خوتي السبعة الخير عليكم عبدودي زادو تحييكم من الغابة كل عادة غابة ألمانيا خوتي رأنا في فصل خريف وراءكم تشوفوا في الخريف شجر كيفاش يولوا الألوان والورق عيطيحوا وهذه هي بينصور خاش رايجة يشتا رأنا في شهر نوفمبر أو قريب ورأنا في بداية اشتارها هي دخلت وما مورا قريب دخل اشتارها وما زال الحال كما قولوا ما كاش لبرد هكذا ما زال ما كاش تلج ما كاش لبرد المهم تحياتي لكم وإن شاء الله تكونوا كامل ملاح كما وعدكم كل عادة خوتي لتبعوا القناة ليزوم كما نايا ليزوم خوتينا تحياتي لكم لماذا تتعليقاتكم يعني الله يبارك ما شاء الله لا تتعليقاتكم بلا ما كتل الأسماوات بسكو كامل بزاف وكما قولوا صافي بليزير تكون كما قولوا يتبعوني ولد فاميليا تانيك يعني حاجة ما شاء الله خوتي هناك في القناة لا تتعليقاتكم كما قولوا بل لأنها ملاح ولمن المهم واليجان تانيك المساغرتها وحتى الكبار في السن الانسان كبير شوية في العمر كان مريض ربي شافه بعتلي بزاف في اليوتيوب وحكيت معه نتانيك في الانستغرام اللي هو عبدو ديزة دويتش عندي بزاف ما ريبونديش على الناس يسمحوا لي برك خوتي شوية الوقت ما كاش والله ما سمحوا لي يا خوتي نريبوندي لكم مع ماشي مشكل شوية صبر برك كل يوم نريبوندي على زوج ثلاثة كل واحد وشي يحوز كل واحد كيفاش يحوز يستفاد من المعلومات ماشي مشكل خوتي عمي جمال جمال لقب بتاعه كارا جمال يبعتلي بزاف يقول لي يا ابني المحترام الله يحفظك يقول لك انت تانيك ربي يطول لك في عمرك وربي يشافيك لك مريض وربي يعطي لك صحيح تك المهم ديزة 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 بزاف خوتي زرت بزاف ذالك ضرب بقري في الآلمان حتى استد specialize كاملول مريضي بالبي هذا مهم تحية الأه appreciate it هذا المرة نحكي لكم هذه القصة الناس الذين أحبوا الكثير من القصات ويبعثوا لي عبدوه لنا القصة قصات انا أعبلكم بلي قناة عيندر فيها كل شيء قصات على الحراغة و بلاي الشابين وكما أقولوا أي عفسة هكذا أنا نحطها في القناة على اليوتيوب المهم والمعلومات بزا بس نس تستفادوا خاصة هذين يحبوا يعيشون في ألمانيا ولا في أي دولة في أوروبا كانوا يحبوا يعيشون في هذه الدولة المهم ربي يوفق الجميع ربي يوفق الزوالة أخوتي قصة نحكي لكم اليوم قصة قديمة بالصح ما عليش رح تسمعوها رح نحكيها المهم صاحبي هذا اللي رهو هدوك عيش في ألمانيا أخوتي نحكي لكم القصة ممكن كما سرعت لو تصغر لك أنت ولا تصغر أي واحد ولا سرعت مقبل هذه هي المهم في 2013 كي دخلت للترك عرفت واحد من ولاية بومردس تحيتي ناس بومردس هذا و 48 ولاية عرفتوا في كما أقولوا كي دخلت جديد في الترك أنا الترك كنت ندور كنت ندور في اسطنبول و يرحل في بلاصة تقسيم وهذه يريحون بزاق هذه الحراقة هنا و يرحل في الشردن و هنا و يرحل في سيبر و حلاقين عرفته لتمك اخوتي انا كدخلت بلك الأسبوع اللول عرفته ولا بلك ربع ايام ولا خمس ايام هكذا اتلاقيت بيخاتش تجمع وتوعنا تمك كما اقولوا كانت تلقى تمكات تلقى أولجي تلقى القبائل تلقى عن نابة جيجل قسمطينات تلقى وهران تلقى عن نابة تانيك تلقى بجايا الشلف اتيارت بزاف بزاف الولايات تلقى تمك حتى المغاربة تانيك تحياتي كازا قايتك شلوح هذوك تعلق القبائل هذوك المهم كاينين المهم تلقيت به عرفته تمك في هذا الوقت كان في عمره 23 سنة 23 سنة هكذا 23 و 24 انا كان في عمره 27 هذوك الجواية هو 23 و 27 كنا ديجان صغار كازا بلانكا كازا بلانكا كان و اسمه يارب و نسيت اسمه كان منولة شلف عمار الشلف كان يعمل على حراكة و عمار الشلف المهم يستقبل حراكة كازا بلانكا و غدوة من النابت غدوة من ذلك بقيت انظر في اسطنبول حتى لحقت هذه البلاسة التقسيم الذي أول واحد لقيت به غدوة من ذلك كان من كازا بلانكا من المغرب الشقيقة و كما يقولون كان 9 ساعة صباح تم واقف خزرت في شغل باين بالليا ألجيريا ماروكا المهم سقسيتو قلير واحد جوية 11 منها 12 رضوهما يجمعوا و قاعدة كلا هنا تلقاهم كما كان الحال خوتي انا رحت حت الحدود على اليونان كما يقولون عندما تترجلي في اسطنبول لقد اتتركت هذه الليلة تبتت تحب السباح لقد اتتركت هذه الليلة و قمت باين و قمت باين مراتي و قمت باين حت الحدود و قمت باين سابقا و لقد اتركت لليونان لم نتوقع رحلة الليلة و قمت باين لم تقسيم فيها وجدتهم تماك و هنا صاحبي من أبو مرداس الذي كان ضارب سبعة شهور في الطرق سبعة شهور كان خرج من البلاد كره لم يكن لم يكن أتحدث عن الاسم و كيف كان عايش سبعة شهور ثلاثة و عشرين و هذا الوقت يكره في البلاد الظروف لم يكن تعرفوا لي جانتا و أنا قايتك قبل أن ندخلوا في الديطايا هو كان عنده دعمته قديم في الطرق ممكن نضارب هذا الوقت خمسة سنين في الطرق يعمل في الوزين تالحوايج تالح خياطة الطرق معروفة بالقش المهم أخيرا بأن أدعمت أن أصبح في الطرق أتريح معي أخيرا بأن أصبح من أبو مرداس و عايش في الطرق و مزوج في مغربية أو تونسية أخيرا بأن أصبح 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 مغربية أو تلسية أصبح مغربية أو تونسية أصبح مغربية أو تونسية مقيمين في تركيا وخدامين وعندهم إقامات وكل شيء يختارون التركين ويقول لك خرم الجزائر أو لا وشفت حتى المغربة تلك المغربة عايشين في التركين بثائف وكما قلوه وكما قلت لكم في التقسيم هذه كين جرداء صغير وكما قلوه وكما قلوه وكما قلوه وكما قلوه وكما قلوه وكما قلوه اوه وكما قلوه ويقوم مكرو أردون وكما قلوه وكما قلوه كما قلوه كما قلوه ويقوم تحوم وهو أخوه كما أقول بشكل ريح يجب أن يتحسن يعمل أن فيه فتاة لا يأتي لك ويجب أن تطلعه ويجب أن تتكى المهم كان يباتل ثم في ترخيص الانترنت كانت 3 ساعة نص ليرة نص ليرة يعني أكثر من عشرين ساعة والأكثر يدخلون الداخل يرمي 10 ليرة أو 15 ليرة ما كانت بالجازة لا نحسب لكم دينار لماذا بالضبط نقدر أن نقل لكم 1 ليرة 10 ألف 10 ألف أو 9 ألف هذا كل شيء المهم يرمي 10 ليرة أو 15 ليرة و يرمي 15 ليرة في الليل و كما قلوا التركيين يحوش عليك و يخدموا 24 ساعة خاصة في الصيف 24 ساعة و لا يغلق لا يغلق والأغلبية يريح في السيبر و يرمي و لا يغلق و لا يغلق و لا يغلق الأغلبية و المهم و عندما عرفت فجار هذا و عرفت و اسمه هذا حبيب نات عبو مرداس و لقيته ضرب سبعة شهور و كان يدعم و لم يكن يخرج من تركيا و كما قلوا كان يحب يعيش في الترك و هرب من الجزائر يعني ذروفة ذروفة و نحن زدد تركيا و عندما شاهدوا خدمة و خصوة و تحديث و كتبه و نحن و كنود و اخوط يقوم الكون و كانت الفقر وتضرب يجب أن نطول في الطريق ونخرج يجب أن نسق فيها يجب أن تخفيف العقلية يجب أن نخرج معك يجب أن نريح معك يجب أن يدور معي دائما يوميا فهي كثيرا abilities لا أشترون أيها الواتيل يجب ان يتجب أن يدوروا سنبرا و احيانا قم باحث الكثير من تظارة 7 ليرة كانت ترخيصة كثيرا لأجب أن يدوري كثيرا وهي رايحة وخدام وممطوك كره سبعة شهور قريب داخل في الشهر الثامن حكيت معاها قتلوا بسبعة شهور فتا قتلوا وشاك تدير قال لي خدام منها قتلوا علاش متسييش حرقة تخرج شغل نبصيت وقتلوا ندير ورحلة كيف كيف ماشي مشكل قال لي اوكي عبدو نريح معاك در ناكليك كما قلوو زدنا عرفنا وحدة تيرتي مصطفى وهذا اهل خالد ولي كان ضرب عام وما قدش يخرج من الترك يعني كل ما يضرب يطيحوه ما كانش عنده زهر وحتى ولا البلاد يعني كل واحد وكيفاش كيلي يجي يدخل للترك تم تم يخرج على بولغارية ولا على اليونان تم تم يخرج وكيلي يضرب عام ما يخرج كل واحد وكيفاش كيلي ما يحبش يحيح كمحرق كيلي يحبس يوحد ويطيحوه يعودوا يرجعوه كيلي يخلاصوا دراهم عباكم كتري يطول في الترك يري يخلاصوا لك دراهم ماكش خدام كيلي يسرق كيلي يخلاصوا لك دراهم تقول يتسرق حوتي ماكش لي ماسرقش في الترك الترك اللي يدخلها يسرق حاشا بلاك كانوا لاحوش مثلا كيلي يتسرق أغلبية وعندما يتبغل لامنة توريزم في الصيف لديه 10 ليرة المهم كانت مخلطة دعوة كل واحدهم وكل واحد كي يحكمون عليه في الحبس هرب عودوا لبلاد كي يطايحوهم بزاف تمك في الحبس سطنبول بزاف بزاف خوتي المهم هذه حكاية وحد وخرى تاني كو من نملها السقفية قتلوا مع لي قلت له تريح مع أعيان ننسيوا كيف حرق كيف نروحوا اليونان كانت مالوقع هذا الوقت ضربنا حال زوج خطرت عليونان مخرجنا كانت مالوقع انت في تحت بولغاريا قال لك يا ننسيوا على بولغاريا سينا لولا على بولغاريا جهة البحر جهة بورغاس ما استقتلنا عودنا ولينا لإسطنبول يعني أنا ضربت شهرين في إسطنبول هو ضربت من شهور من بعد جاءت الرحلة الثانية على بولغاريا نحن في ثلاثة أنا وياه المغريبي استقتلنا كيف استقتلنا دخلنا لبولغاريا دخلنا لبولغاريا من بعد حكمونا تعلق الحدود دعونا للسطنطرفيرمي حبس كوارت ضربنا فيها 40 يوم كان يضرب 20 يوم كان يضرب 30 يوم كان يضرب 15 يوم كل واحد دوا كيفاش كانوا تزيري مع مرة تمال مغاربة قريب 301 وقريب 30 يوم يدخلوا لداخل شرط الحدود ويضربكم قريبا وقريبا تركيا مدينة الأولى مركز اللجوء مغلوق يضرب كما قلت ذلك تدبيب السموك منها لزام فورماسي وتوعك اسمك لاقبك من بعد ريح يخرجوك بعدك يخرجوك خرجونا كيف كيف رحنا لصوفيا عاصمة بولغاريا تمق قعدنا بالك ليلة غدوة من ذلك خرجنا طيحونتانك في الحدود تخرج لسربيا سربيا ولا مقدون يا أخوتي في الحدود بلدهم من بولغاريا تخرج لسربيا ولا مقدونيا طيحونا في الحدود نحن كونا خارجي المقدونية طيحونا في الحدود حكمونا هنا بالحبس ضربنا الحبس تماما خاتش علاش تعتبر عنهم في بولغاريا قانون جريمة يعني كي تخرج من بلد غير قانوني تعتبر جريمة ولهذاك فيها السجن والناس بزاف طحوا في السجن طحنا في السجن ضربنا 18 شهر قريب عامين عبركم بالحبس كنت تعرفوا نهارا يطبع أخوه كيف كيف يتشابه وشنه جازت الحمد لله سبربرك هذا ما كان جازت جوزناها كيف 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 خاصة واحد اللي ما يشي مولف بالحبس وزيت هنيك في الغربة وماله ما شي تمك عنده حتى كونتا يعني صعيبة شوية أخوتي صعيبة بزاف الحبس في الغربة من المنال حتى الواحد يطلق بجميع واحد من سجون في الغربة ايه هو جن صغير تاني كيف تعرفوا انه اشتعيبات جزائريين والله يا أخوتي ايه 18 سنة 9 سنة في الحبس والله مشي حبس زعمت شهر ولا شهرين اخوتي نحكي لكم 18 شهر وطلع شما واحد لي ما يعفش الحبس بلادي يجي الغربة يشوفوا علاش قوانين الله غالب ذو كان حاوه خوتي كان بعد ذلك الوقت 2013-2014 ذو كان حاوه من السلطات اللي كما نقول الاتحاد الأوروبي نحل حبس هذا تعلموا هاجرين اياه جوزناها كيف كيف والحمد لله وشنو في الخرجة اخوتي هالذي يخرجونها خرجوه قبلي درنا في الطرق كيف كيف دخلنا البلغاريا كيف كيف جوزنا حبس كيف كيف في الخرجة اخوتي طلقوه قبلي معلاش مانيش عارف كانوا يطلقوا زهرها يعني واحد يجوز شهر يطلقوه واحد يجوز 18 شهر يطلقوه يعني تسعى واحد يجوز لا كثير من 14 شهر انا مراه باك اذا اخوتي اذا اخوتي يعني بزاف ومحبش يضيع الوقت اخوتي 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 وانا مزاني في بولغاريا يعني مزاني في السجن اخوتي 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 أباكم كان يعيش في الترك ما على بلوش قع ونره رايح صدقوني يا أخوتي رايح المهم خروج من الجزائر هذا ما كان هو الخروج من الجزائر ولا خروج من إفريقيا والله ما على بلهم سوا في البوطي ولا على الترك ما على بلوش قع ونره رايح يعني يرفض كابتو وكره لا ميزير على بلكم الحرقة هذه ولا شغل روتين ولا شغل ولا دروغ ساكن في الشعب الجزائري والشعب المغربي خلاص فهمتو نقول لك جاري حرقنا ثاني نروح هذه هي فهمتو أخوتي لا حول ولا قوة إلا بالله والله غير مشكلة كبيرة وش روصاري المهم عليش نكمل لكم ما على بلوش يعني رايح للترك عنده اللي دعمتو قال لك نعيش في الترك أنا آخر ما نعيش في جزائر حتى كرح في الترك ثاني الترك ليس معيش أخوتي اللي تعيش في أحياتك كامل خادش علاش كين بلدان أحسن فهمتو والترك هي بوابة أوروبا يعني تزيد سوفري شوية تساكري فيه تدخل بلد شابة كما الألمان أو الإنجليز أو ما نش عارف هنا هولندا أو لوكسنبورغ أو خرم اللي تريح في الترك هكذا تزيد سوفري شوية ما عليش حنا تانيك سوفري هنا خرجنا هكذا خوتي سوف نقوم بإستخدام بس اوالي هذه المناطق التي يتبعون بإستخدام قصة هنا سوف نقوم بإستخدام في الثلج في الصيف وربيع سوف نقوم بإستخدام قصة هنا تحياتي لكم فهمتوا نكملوا كما قلت لكم الناس لم يقوم بإستخدام أنا أتدبرت عليه قلت له كيف تريح في الترك وكيف تدير منها المهم جا في جرتي ادخل لالمان من بعد شوفوا سبحان الله أعطوا للكيت أعطوا للكيت أعطوا للكيت الطرد لم يتبع لك 6 أو 7 شهور أعطوا للك الطرد من بعد شوفوا سبحان الله لا يقوم بإستخدام في السجاجة أحد يقوم بإستخدام أحد يقوم بإستخدام هذه الأساسية بإستخدام أول خطرة في السجاجة هناك البصمة لليس مثل يقوم بإستخدام بإستخدام يتبعون السبيغة كحلة وتصم وتضح هذه الأساسية التي تحسب والتي أولاها هذا العسم لألمان بعد ان اتضغط الاسجاجة هو ملحق بها ما تعطيه لكيت؟ اخرج انا ما زالني في بلغاريا اخرج من الالمان اذهب الى فرنسا انتظروا انه كانت تحضير فرنسا ومن بعد انتظروا انه اوه ادلت ايضا و انه قلقه انها ميزيرية ايضا كثير من الترك خلق من فرنسا إذا كانت لتحبك عن برائة أماما ، خاف فى ألمانيا وقال لك ، أخاف أن يحبطون ألمانيا قال لك أنه يخاف أن يحبطون بلد المنى ، فهذا صعب يحبطن في أي لحظة فعندما كان يحبطون بروفتا أو يحبطون في أي لحظة قال لك نهرب الفرنسا تم خبير راسي نهرب الفرنسا لقى لها مزيرية ثم في طاري و رح تتليل رح تدار فيهم قع عيني يتميزر وهو صغيري يحوس على حشيشة طالبة معيشة هذا ما كان عاود هرب قال لك اقول لك اننا ندخل الالمان لجوء احد اخر الوقت الذي يدخل الالمان انا ندخل الالمان لشتوتغارد من كالسروة و هو ندخل الالمان لوراك قريبا لسويسرا سويسرا قريبا عن يازوتسوايا وهو سويسرا قريبا عن 10 كم يعني في الحدود ادخلوا في الجوجل اكتبوا لوراك و هو ندخل الالمان لوراك بالصح كنت تكتبها الأوسيحة لوراك سوف تخرج لكم مدينة ألمانية قريبا لسويسرا كالناس اللي تعرفها باعتوا هلتمك يعني باعتوا قريب ساعة ونص بعيدة و هو ندخل الالمانية قريبا لسويسرا و هو ندخل الالمانية قريبا لسويسرا و قلت له انني في شتوتغارد و انت و انراك قال لي انني في لوراك سبحان الله كنا في الصيف جاء رمضان عرضتوا عندي عرضتوا رمضان جاء عندي سبحان الله عندي بزمشتوش باك 6 شهور من اللي خرج من بولغاريا اتلاقيت به شوفوا كيفاش و انا وصلت و قلت له و قلت له احسن بلد اللي كما قلوا لو كان زعمة القامرة والله راك تصوفي هيا عاودوا للالمانية هو لكل حال يعني جوزنا رمضان كيف كيف عرضتوا الدار عندي يا نايا خدشانها كنت بات كما قلوا كانوا عادينا شرومبرا و كلش جاء جوز عندي رمضان جوزناها بالبيان و عاودوا للجوء حتى غلقوا من الوراك هذه ايات ما و قلت له قلت له قال لي فرنسا منزلش نعود نولي قلوا أن نريحه هنا هاد المرة هو دار اللجوء التاعه الشرق هاد دار اللجوء التاعه الشرق يعني اللجوء داره في الجوز من بعد عاود اهرب من الهتما لفرنسا زاد عاود تخلى بيعتوا للوراك ايات ما اعرف انا عرفت شوفوا سبحان الله كيف شوت خلقبلي الالمان وانا عشر ايام قلت لكم عرفت عرفت على مراء وتزوجت الحمد لله كنت عرفوا القصة تاعي وهو مرايا بلك واحد العام ونص مرايا بلك واحد العام ونص قريب عامين هو ثاني كنت عرفت مراء وثاني كنت تزوج بها وزاد عندهم طفل وكي زاد عندهم طفل وهو طايح على بلكم اللجوء تاعي وكان طايح باسم ثاني كنت باسم واحد اخر يعني كلش غالط كلش ما اسموه ما تاريخ الميلة تاعي كلش طاح غالط قال لك بش مين قبله من بعد كي القامرات كنت عرفوا ألمانية جانفي صغيرة يعني مكتوب من بعدك تزوجوا وزاد عندهم بيض وكي طفل ثلاث سنين من بعد ودعيتي لي قال لي عبدو المراتي راهي حامل وكيف ندير وراني بلا باسبور وراني طايح فون اسم غالط كلش غالط اسموه وحد جديد ما يعرفش ما اعرفش كيف يدير وين يبدأها أنا جزت عليها وكنت كنا نقصره على باله بالذي زادت عندي طفلات منها فهمت وقلت له في المانيا القانوني يقول لك بالذي يزيد عندك طفل هكذا ما مطيح انتايا بالفنوم ولا اوتوماتيك مو يخليك تريح في المانيا خاتش علاش لانه هذا وليدك حيزيد وهذه يماه والمانيا ما تخاف مواله راح تريح لازم القانون يقول لك لازم تريح في المانيا ممنوع الخروج لحماية الطفل هكذا وشنو؟ يزيد البيبي وانت مازل مريك امورك البيبي سيسموه اولا على يماه يعني اللاقب بتاع الام لانه ما عندهش جواز السفر وطيح بالغلط يعني ما عندهش اثباثات يعني كنت حب تسمي ولدك على اسمك انتايا لازم لك الجواز السفر هو ما كانش عنده هذا الوقت وكان في الترك ايام من بعد جراء 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 بيهورد المهاجيرين جراء 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 الجراء طرق لناشتك لانهشتوا يجب أن يكون صعبت له قليلا لكي يطح بالفنو ليس محامزة يدعونه قليلا نعود نظر هذا المكان رأنا في الريف أكو تشوفو نعود نظر أحسن هذه هي يا خوتي من بعد جراء جراء لروحو وفهمتو كيف شيدير المهم ضكا الحمد لله وعطيهم الإقامة وفي الإقامة تجد خدمة والناس يجب أن تسمح في القصة هناك شيئا لكي تفهمها مليح 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 أنا كنت أخذت الألمانيا خدمت في النوار الناس تقول أن خدمة في ألمانيا لا يوجد خدمة في النوار هناك الناس تقول لك صعبة من أن خدمة في النوار خوتي كائنا في ألمانيا تقول لك هناك شيئا لكي تفهم هناك شيئا لكي تفهم خدمة في الألمانيا فنوار كائنا وماذا كائنا الخدمة في النوار عند ألمانيا صعب لكي تفهم ألمانيا في النوار ألمانيا ألمانيا أو ألبانيا أو أروسيا أو توركيا أو أمراك يعمل في النوار وعندما أدخلت الألمانيا خدمت في النوار وماذا صعبت ألمانيا من الصعب لكي تفهمه الخدمة في النوار في ألمانيا لم تتخلص وماذا؟ عندك يحكم الكونترول هذا ما كان هذا الذي يخدمك في النوار هو ثاني يعرف مليح ويعرف العقلية ومنه يخدمك على باله هو لماذا يخدمك في النوار؟ سوف يستفاد منك لأنه لماذا يعطي لك 10 أورو لماذا لا يوجد كوارت؟ يعطي لك 10 أورو للساعة سوف يستفاد منك لماذا لا يوجد كوارت؟ ولكنه يوجد كوارتو سوف يشرط لك 20 أورو للساعة لماذا لا تتخلص عليها؟ لماذا لا يوجد كثير من عباد في مطاعم والشركات ليس ألمانا يخدمك في النوار ويخلصك في النوار ويستفاد منك وانت تستفاد منك 10 أورو فهمتوا أخوتي بالنسبة للناس الذين لا يعرفون لا يوجد كوارتو لا يوجد كوارتو لا يوجد كوارتو معلومة خفيفة ضريفة لا يوجد كوارتو لا يوجد كوارتو ولكنه لا يوجد كوارتو وانت تبقى خدمة في النوار وانت تتبع خدمة في النوار لماذا؟ خدمة في النوار من خلال تأتيت 3-4 شهور كالعبادة عايشين بكوارتو مدرحين هنا ويخدموا تاني كمشي فنوار في البلون واشنوهم يديروش مشاكل مش الناس تعرف هذا ما كان المهم نكملكم ونختملكم القصة هذه كيفاش ذوكا الحمد لله يعني راهوا لبس به مالهم هنين راهوا بكوارتو يعني يحب يحبط البلاد يحبط البلاد الحمد لله خدها في شركة ألمانية أنعميه في لوراك في ذاك المدينة ويخدم كما أنا بشتراس مباو يعني بنايات الطرقات وشنوه هي شركة صغيرة وهنايا حاجة أخرى شركة كبيرة المهم وانا كتبت له سيفي يا خوتي السيفي خاتش علاش هو في شركة يدخل ديموندا وليه سيفي كما نقوله بفيربونغ بالألمانية يعني قالوا له كتب سيفي هم يعرفش كتب سيفي حتى الألمان المرتعه ما تعرفش يعني بعته كما نقوله كتبت له سيفي من نامل هايه وزايا تعاونت للمرتاعي بالسيفي خاتشت المرتاعي تعرف مليح وهكذا بعته له في الواتساب وخرجها ثمك بالفاكس في وسمه خرجها ورقة وقال لك نقلع عليه هذا كتب المهم كتبت له سيفي طبعوا للشركة خرج في المانيا كتبت له عند أي شركة ويجب أن تكتب سيفي تاعك يقول لك أعطيني سيفي تاعك يعني وش خدامت للمعلومات تاعك هاكذا بعد يرجعوا لك بريا على زود سمانات يرجعوا لك بريا يبعتوا لك بريا باللينتيارك مقبول وقبلوه الحمد لله سبحان الله قبلوه يخدم وراء وخدام الحمد لله هذه هي شوفوا يعني واحد كان عايش في الطرك ما لابلوش قع وراه ورايح مستقبل مجهول يعني ما لابلوش قع لك نروح نعيش في فرنسا بعد فرنسا القهامة ميزيرية آية خلال الحمد لله سبحان الله زي تانيك في جرتي يعني بريت له بزاف عفاية هذه هي في الغربة تراف دو مننا وكانت القصة هذه تصح به المهم كين بزاف معلومات يجب نقول هونكم كين بزاف قصات تانيك عندي فرصي بزاف وشنو الوقت ما كاش والله يا خوتي عبدو ديزادوش يحييكم من ألمانيا تهلا في روحتيكم بزاف بزاف القصة هذه ما نحكيهم بش الناس تستفاد يعني كيفاش الناس جوز تلاميزير وكيفاش هذه هي يا خوتي المهم ما نطولوش بزاف تهلا في روحتيكم نتلقى فيديو مقبل ان شاء الله وسلام عليكم وديديكاس لكم خوتي بزاف تحياتي لكم او قعت مني وربين ولاياء ورب يوفقكم هذا مكان وصبروا عليه أصحاب الإنستغرام والسلام عليكم